الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين إلهي خلقت الإنسان وعبد غيرك ورزقته فشكر غيرك فلما أمته لم يطلب المغفرة من غيرك إلهي ما عرف قدرك من عصاك إلهي عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك وإلى النفوس كيف خضعت لسواك إلهي عجبا لقلب أنت شققته ولسان أنت أنطقته عجبا كيف أقرى بالوحدانية لسواك إلهي يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك ويا مؤنسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك عجبا إلى الأقلام كيف كتبت ما يغضبك في علاك وإلى الألسن كيف نطقت بما يسخطك في علاك يا من نجيت موسى في التابوت وحافظت يونس في بطن الحوت ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لشريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وبعده فهذا هو اللقاء الخامس لنا مع خطبة الوداع التي وضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصيته الخاتمة لأمته ووضع المنهج الأمثل لحل كل المشكلات روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وأصحاب السنن كافة من حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم الحج الأكبر على ناقته أمام مئة ألف أو يزيدون أمام مئة ألف من الموحدين أو مئة ألف وخمسة وعشرين أو مئة ألف وأربعين روايات سلاسة وقف أمام جموع الموحدين يقول لهم أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا أيها الناس أي يوم هذا أي شهر هذا أي بلد هذه سكت الصحابة أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قلنا لعله يسميه بغير اسمه فالناس كلها تعلم أن اليوم يوم النحر أو اليوم يوم عرفة وأن الشهر شهر الله المحرم زل حجة وأن البلد بلد الله الحرام شكتنا قلنا لعله يسميه بغير اسمه كما سألنا قبل أتدرون من المفلس فيكم فقلنا من لا دينار له ولا درهم يا رسول الله والحديث في الصحيحي قال لا إنما المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه فطرح في النار هذا مفلس من الحسنات وليس مفلس من الممتلكات والأموال قلنا لعله يسميه بغير اسمه فقال صلى الله عليه وسلم أليست البلد الحرام أليس الشهر شهر زلحجة أليس اليوم يوم النحر أليس اليوم يوم النحر أو يوم عرفة قلنا بلى 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 يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وفي رواية عند البخاري وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه إلى أن تلقوا ربكم فإن دماءكم دماءكم دماء المسلمين على كل المسلمين حرام تأكيدات وتنبيهات متتابعات لأن الآتي أمر جلل أيها الناس نذاء اسمعوا قولي فإني لا أدري لعل لا ألقاكم بعد عامي هذا إشارة إلى قرب الوفاة وإلى أنها الوصية الخاتمة لتعب عليها بالنواجز كما يجلس أب على فراش الموت بين بنيه فيقول اسمعوا وصية الخاتمة يعطيه كل أبنائه آزانهم وقلوبهم في قمة الانتباع وفي قمة الانصياع رغبة في تنفيذ الوصية بحذافيرها تنبيه سان ثم نداء سالس أيها الناس ثم سؤال وسان وسالس والسؤال يقتضي إجابة والإجابة تقتضي إعمال عقل وحضور زهن كل ذلك منبهات ومؤكدات ثم تتابع المؤكدات فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كل هذا ليس النبي في حاجة إليه بلغة العقل فإن حرمة اليوم والشهر مقررة في جاهلية وإسلام كانت الأشهر الحرم موجودة عند الكفر حرام القتال فيها قتال الأعداء حرام لا الأولياء لا المؤمنين بخالق الأرض والسماء قتال الأعداء حرام عند المشركين ومن باب أولى عند المسلمين إلا رداً للاعتداء فهي أمور مقررة في جاهلية وإسلام لا تحتاج لهذه المؤكدات ثم عجب من بداية عجيبة يتوقف العلماء معها طويلة أيها الناس من المخاطب مؤمنون متى في العام العاشر من الهجرة والعام الأخير من البعث في العام التاسع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أبا بكر ليحج بالناس وهو في الطريق وهو في الطريق نزلت سورة براعة أرسل بها علي بن أبي طالب ليؤزن في الناس بأمر رسول الله ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بيت الله وهي مشركون بعد هذا العام فخلصت مكة للتوحيد والموحد ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر على رأس الحجيج ليعلم الناس مناسك الحج وليلقي وصيته الخاتمة فخرجت الآلاف المؤلفة لتحج بيت الله في رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا مئة ألف أو يزيدون كل الوقوف مؤمنون لغة العقل تقول أن يكون النداء أيها المؤمنون أيها المسلمون أيها الموحدون لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس لما أجاب أهل العلم بإجابات سلاس الأولى قال أيها الناس وهي كلمة عامة تشمل كل الخلق لا تخص المسلمين إشارة إلى أن الأخلاق والقيم والمبادئ والشرائع التي سيذكرها في هذه الوصيات الخاتمة لا تصلح المسلمين وحدهم إنما تصلح الناس أجمعين فهي أخلاق أرضية سماوية أي نزلت من السماء لتصلح كل الأرض ومن عليه لا لتصلح المسلمين وحدهم أيها الناس خاطب الكل لأن الأخلاق والشرائع والقيمة التي سيذكرها حقيق بها أن تصلح كل الناس الثاني قال أيها الناس وهي من النوس بمعنى للطراب والتزبزب والحيرة إشارة إلى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يخاطب آل الاطراب وآل الحيرة أيها المضطربون أيها المزبزبون أيها المعزبون اسمعوا تلك الوصية ففيها خيركم وأمنكم وأمانكم وراحة بالكم الثالث قال أيها الناس بلغة العموم مع أن المخاطب مؤمنون إشارة إلى أنه يخاطب سلة قليلة يبلغها دين الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغوا عنه كل الناس فيا أيها الحضور وصية لكم أمانة في أعناقكم أن تبلغوها لمن خلفكم لتبلغ الدنيا كلها إشارة إلى وظيفة البلاغ لهؤلاء فإن عقلتم وظيفتكم في بلاغ دين الله لكل خلق الله في بلاغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل خلق الله كأنني بلغت كل الناس وكأنني خاطبت كل الناس على حد قول الله لتنذر أم القرى ومن حولها أم القرى مكة ومن حولها قال المفسرون جزيرة العرب على الأعم على الأوساع لكن الأية فيها إعجاز علمي يجعلك تدرك أمرا إضافيا لما قاله سلفنا الصالح ما الإعجاز قالوا سبت بالبحث العلمي أن الكعبة تتوسط الكرة الأرضية تتوسطا حقيقي في أربعينيات القرن المنصر لما أتوا ليقيموا خطوط الطول وخطوط العرض عرض المسلمون خط طول مكة فرفض مع أنه الخط الأمثل لتكون القياسات بلا أدنى ميل وكانت إنجلترا تتحكم في العالم ساعتها ففرضت على الدنيا خط جيرينيتش وكل الخطوط الآن فيها ميول لو أجري خط مكة ليكون الخط الرئيسي الذي يقاس عليه تستقيم القياسات سبت بالبحث العلمي أن الكعبة تتوسط الكرة الأرضية توسطا حقيقي فهي نقطة دائرة الأرض وقطب الدائرة المعنى العلم يفيدك بإيه؟ حينما يقول الله لتنذر أم القرى مكة بدءا من الكعبة قبلة المسلمين ومن حولها إن أخست تتسع بالتساوي في كل اتجاه المعنى ستملأ الأرض بدعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يبقى لتنذر أم القرى ومن حولها أي لتنذر المسلمين العرب أي لتنذر العرب ليسلموا ابتداعا ثم لتنذر أهل الأرض انتهاء تبدأ بالجزيرة العربي لأن القرآن عربي نزل بلسان عربي مبين وأولى الناس به وأولى الناس بالإيمان به وأولى الناس بفهمه وأولى الناس بإدراكه وأولى الناس بإفهامه آل العربي والمعنى يلزم العرب أن يسلموا فإن أسلموا يلزمهم أن ينشر القرآن لكل بني الإنسان لذلك قال لتنذر أم القرى ومن حولها بدأ بها لخصوصية النشأة والبداية بداية الرسالة ولخصوصية البلاغ بعد فكأن فيها إشارة إلى أن أمة العربي أمة البلاغ وأمة الدعوة عربيتك إسلاميتك جعلت بلاغ دين الله لكل خلق الله في رقبتك فكل أعجمي وكل غربي لا يعرف الإسلام في رقبتي وفي رقبتك في رقبتي ورقبتك الدعوة إلى دين الله بلاغ من لا يعلم من هو الله وما دين الله ومن هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وظيفتي ووظيفته قل هذه سبيلي الدعوة إلى الله سبيلي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله على بصيرة على علم وفاه لا على جه أنا أي رسول الله ومن اتبعني إشارة عظيمة إلى أن الدعوة إلى الله وبلاغ دين الله وظيفة كل مؤمن بالله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني لكن قبل أن يذكر عمومية عمومية الدعوة زكر خصوصية العلم فقال على بصيرة فتعلم قبل ما تتكلم ولا تهرف بما لا تعرف استحصد أولا تعلم أولا ثم علم ثانيا ففاقد الشيء لا يعطيه ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف لكن من لا يعلم هو الذي يتصدر المشهد ومن يعلم يختبئ في منزله خوفا على دنيا هنا يضيع خلق الله لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف قاعد فإن كان المتكلم هو من لا يعلم وإن كان من يعلم هو الساكر انقلبت الأمور ضدا بضد وإن لله وإن إليه راتشعور اسمع أيها الناس يخاطب المؤمنين لكنه يعلم المؤمنين بوظيفة البلاغ لكل الناس قال أيها الناس إشارة إلى أنكم أيها المؤمنون مطالبون ببلاغ هذا الدين لكل الناس فإن فعلتم وبلغتم كلامي لكل الناس كأنني الآن أخاطب كل الناس هذه الثالث الأولى تتوقف عندها وهي أن الأخلاق والقيم والمبادئ لا تصلح المسلمين وحدهم إنما تصلح الناس أجمعين انظر إلى حقوق الإنسان وميساق الأمم المتحدة الذي هو ميساق الأمم الظالمة القوية ضد الأمم الضعيفة تجد مواسيق الأمم لا قيمة لها إن كان المقتول مؤمنة إن كان المقتول مسلمة إن كان المجندل مسلمة لا قيمة لها ولا وزن لها أما إن أوزي صليبي قامت الدنيا ولم تقعد فهي قوانين بشرية راعي فئة على حساب فئة أما قانون العدل المطلق فهو الذي أتى به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بلاغا عن الله اسمع اسمع إلى الفارق بين كلام رسول الله ومواسيق الأمم الظالمة أيها الناس إن دماءكم إن دماء كلكم على كلكم حرام خطاب بالجمع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم والعجيب والعجيب أنه ما قال إن دماء المسلمين على المسلمين بل خاطب بأسلوب أعم إن دماءكم عليكم حرمة الدماء حرمة دم المسلم مقررة حرمة دم الكتابي المعاهد الزمي مقررة لا يحل لك أن تقتل نصرانيا أو يهوديا ولا كافرا معاهدا غير محارب حتى الكافر لم يحمل السلاح عليك لم يحاربك في دينك حرام عهدك أخذ العهد منك أمنت الكافر الذي دخل بلدك أخذ تأشيرة دخول من بلدك وتأشيرة الدخول هذه في الفقه الإسلامي تسمى عهد أمان والنبي قال فيما رواه النسائي وأحمد من عمن رجلا وقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة وفي رواية فأنا من القاتل بري ولو كان المقتول كافرا هذا إسلامنا حرم الدم كل الدم الدم المعصوم هناك دم مباح أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام يؤسس لحرمة الدم والمال والعرض ويبنيها على حرمات سلاس مغلظة مقررة متفق عليها في جاهلية وإسلام إشارة إلى أن حرمة دم المسلم متفق على حرمتها لا خلاف فيها انتهى الأمر بكل هذه المؤكدات والمنبهات والمعظمات فما العلة في أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا تراه زائدا حينما يقول فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه ما العل أن يقول بعدها إلى أن تلقوا ربكم هو حد قال أنه سيأتي يوم يتحول دم المسلم من حرام إلى حلال هل قال أحد إن الحكم سيتبدل ما الحكمة في أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المنبهات والمؤكدات والمعظمات إلى أن تلقوا ربكم تعني الحرم أبدية والحكم نهائي لن يتبدل لأنه من قبل العلي سبحانه العلة أنا أستاذ بلاغ العلة إيه لماذا قالها رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هو البليغ هو أفصح العرب على الإطلاق الرجل الفصيح لا يأتي بكلام زائد عن الحاج كل كلامه إيجاز هل هي زائدة لا هي في تلك البيئة أمام الصحابة مع القرون الأولى مع العرب الخلص مع أهل الإيمان مع أهل السبات على عبادة الرحمن ونسيان قدرات بني الإنسان تكاد تراها زائدة لكن إن عممت النظرة إلى أزمان متتابعة وإلى أوقات غابرة تحياها الآن إن رأيت أشياخا باع الدين والوطن إن رأيت أشياخا باع آخرتهم بدنيا غيرهم وترخصوا في دماء إخوانهم ورخصوا للظلمة في دماء إخوانهم إن رأيت هؤلاء إن سمعت ظالمهم الأكبر يقول اقتلهم والله معك ولقد تواترت الرؤى أن الدين معك والله معك ورسول الله معك وأولياء الله الصالحون معك من قتلهم فهو أولى بالله منهم اقتلهم الله معك كلاب النار يحرد على قتل مسلمين موحدين لا شائبة لهم إلا أنهم رفضوا ظلم الظالمين اقتلهم لهؤلاء لهؤلاء قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم إلى أن تلقوا ربك كأنه يخاطبنا اليوم يا بني الإسلام يا بني التوحيد يا طلاب الحق إياكم أن تغتروا بفسده وظلمه وبائع الدين إياكم أن تسمعوا لهم فإن هؤلاء مدلسون تناسوا لقاء رب العالمين وباعوا الدين من أجل رضى الظالمين هؤلاء باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم لا تسمعوا لهم لا تسيروا خلفهم فهؤلاء أناس ماتت منهم القلوب وتفلت منهم طريق الآخرة وعضوا بالنواجز على دنيا زائلة وتناسوا وقفة بين يدي الله أدركت؟ لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذه في شهركم هذا إلى أن تلقوا ربكم هذه حرمة سابتة مقررة نهائية أبدية لن تتبدل لن يتغير الحكم لن يكون دم مسلم يوما ما حلالا إلا فيما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث لا يحل بل أصل أن دمه حرام الثيب الزاني من الثيب؟ المتزوج تعبير خطأ الثيب من سبق له الزواج ونعني بالزواج البناء لو قلت المتزوج تعبير خطأ لأن كلمة المتزوج يخرج منها المطلق بعد بناء والأرمل بعد وفاة زوجه كلاهما سيب في لغة الشر من سبق له الزواج زنع حكمه الرج حتى الموت استبيحة دمه يقتل حدا النفس بالنفس من قتل مسلما عمدا حكمه القصاص ولكم في القصاص حياء إيه وربي حياء تلكم الجملة من كتاب الله تحل معضلات السأر في الصعيد آية واحدة تحل لك مشكلة لا طائلة من ورائها ولكم في القصاص حياء انتهى سرعة التقاضي والحكم بما أنزل الله يلغي قضية الثأر في الصعيد قتل أخي في غضون أيام قبض عليه وحكم عليه بالإعدام انتهى أمره لا أطالب بسأر أخي لأن الأمة أخذت لي بحقي أما التباطل في التقاضي شهورا وسنين ثم يأخذ خمس سنين خمس سنوات عشر سنوات عشرين سنة لا أريد أن أنتقم دم بدم فإن كان الآخذ بدم الدولة انقطع دابر الفتنة فإن أخذت أنا بسأري رد هو وأخذ بسأره وهكذا دواليك إلى أن يفني بعضنا بعضا الحل لمشكلة الثأر تطبيق شرع الله في هذه الآية ولكم في القصاص حياة القصاص حياة كيف يقول القرآن على إزهاق النفس حياة لا حياة كيف قال أهل العلم من وجوه القصاص سبب حياة كيف القاتل إن علم أنه إن قتل يقتل سيرتدع فلن يقتل فكان هذا الخوف من هذا الشرع الحازم سببا في حياته وحياة القتل لما قتل وخالف أمر الله لما قتلناه كنا سببا في حياة أناس كسر اللهم كانوا سيسيرون في طريق السعر نقتل من العلدي والعلدي تقتل مننا ونقتل منه ويقتلوا مننا خش شبا عشرين ثلاثين خمسين مية امتين ألف ألف إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعول فلو الرجل دعت وقتلناه قصاصة انتهى الأرض عاوز حقك بدلك حقك والحدود ما ردها إلى الحاكم وليست إلى الأفراد انتهى الأرض حقك أن يقتل فإن قتلته بيدك أخذ السعر منك فإن قتل بيد الحاكم انتهى الأمر يبقى ولكم في القصاص حياة القصاص سبب حياة للأمة ردعا قبل الفعل وعقوبة بعد الفعل وردعا بعد الفعل ثلاث ردعا قبل الفعل لرأي يقتل لما عرف أنه يقتل هيلم نفسه وعقوبة اللي قتل قتلنا أنهينا الأمر وردعا بعد العقوبة اللي ناوي يعمل حاجة خلاص لأ الدولة مسك نفسها وتحكم بشرع الله وعارف أنه يتقتل يبقى ما يقتلش وبعدين حقه إيه جه خلاص انتهى الأمر الآية دي تحل مشكلة السقر في الصعيد لمن يعقل لمن يريد صلاح البلاد والعباد ولكن القائمين عليها لا يريدون ذلك أعاذنا الله وإياكم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم لحظ خطاب الجمع في كل كلمة يخاطب كل المسلمين عن كل المسلمين دم كل مسلم على أي مسلم حراب لا يباح إلا بواحدة من سلاس السيب الزاني النفس بالنفس التارك لدينه والحديث في صحيح المسلم التارك لدينه المفارق للجماعة المرتد حكم القاتل بهذا الحديث وبحديث آخر في صعيح البخاري من بدل دينه فاقتله غيرت السنة قبل الماضية في ثلثة سنة ومن بدل دينه فاحترموه تحريف في صفحة 64 من كتاب التربية الوطنية من بدل دينه فاحترموه يبقى السابت على دينه المقابل بتاحها أعازنا الله وإياكم ويأتي المؤلف الكذاب المدلس فيقول كيف تقول إن المرتد يقتل والقرآن قال لا إكراه في الدين والقرآن قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر صح يا عم الشيخ الآية صريحة هي لا إكراه في الدين إزاي بقى أنت اللي سابت الدين تقتله والإسلام يقول ما فيش إكراه برحته أوضح منها هتعملون اللي فيها مشاكة أو قرآن ووه إش ده قرآن فمن شاء فليؤمن من شاء برحتك يعني الدنيا مرحراحة وحلوة زي الفل ومن شاء فليكفر عمليين مشاكل لإنتوا ده قرآن يعرض الحديث يبقى كده الحديث ده ضعيف ده بصعي مسلم ده بصعي البخاري يا عم بخاري مين ومسلم مين هو ودنا في دهي غير الكتب دي الدعية الإسلامي الكبير في قناة القرآن والناس عمالي هت وانت بتسمع ومن من إذا عقلت الحمر لن يعقل هو أعازن الله وإياك لأن كلام الظلمة وافق هوا عنده فسبت واستقر على أنه الحق فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ده صريح يا عم الشيخ في حرية الكفر تؤمنت بعدما القرآن يقول أنت وحر في كفرك وفي عبادتك وفي إيمانك تيجي تقول لي ليه ليه كفر تقتله لا أراجع نفسك زاكر روح زاكر أقول لك كتاب الله للك وتفسيره واستنباط الأحكام منه ليس للكل ولو ردوه إلى مين إلى الله وإلى الرسول ومين تاني أهل العلم مش الناس اللي وقف على الناص يا مش اللي أرى الآية غلط انت قرأت الآية غلط هتفسرها صح حضرتك مش عارف تغيرها في المصحف هتشرح لبيني والله سمعت فاشلهم الأكبر بالعمس يقرأه آيتين خطر يا مولانا انت مش عارف تيرا هتبقى شيخ ومفسر ومجدد الله كانش حد غلوب طب شوف شوف كده الآية معناها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فيهم الحمر حرية الكفر برحتك تكفر برحتك تسلم برحتك مناش دعو طب ده فهم خطأ الدليل لو الكفر مباح مباح والأمر مدار على الإباح فعل المباح يقتضي عقوبة الإجابة لا الأكل مباح الشرب مباح لو ابن الكل تضربه لا تعقبه لا وما لئي اللي عليه عقوبة المحرب المجرب ففعل المباح لا يقتضي عقوبة صح تعال بقى اقرى الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليؤمن مضارع مقترم باللام فليكفر مضارع مقترم باللام صيغة من صيغ الأمر ماشي كمل الآية إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة دي عقوبة وفي القرب تخلع القلوب إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه طب إذا كان الكفر مباح لما ذكرت العقوبة يبقى ذكر العقوبة صرف الأمر عن المعنى الظاهر إلى معنى التهديد والوعيد فالأمر للتهديد والوعيد رب العباد يهدد الكفرات إن كفرتم بشديد العقوبة يبقى تهديد يا عم الشيخ يا عم الشيخ أنت سباك خليك في السباكة أنت حداد خليك في الحدادة أنت طبيب خليك في الطب أنت مهندس خليك في الهندسة ودعي العلم الشرعية لمن بزلوا حياتهم له خليك في تخصصك تخصصك يقول لك لا أنت عاوز تفاهمني أن ربنا خد المشايخ على جنب وقال لهم اللي ما قالوش لحد يا عم انت عاد على المصطبة ما هذه اللغة السوقية القرآن نازل للكل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مداكر آه فيه تيسير للذكر بس الفهم له رجاله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إنما أنا قاسم والله يعطي أنا نبي أعلمكم أقسم العلم بينكم بالعدل بقول قال الله قال الرسول بشرح الدرس لكل الطلبة دي قسمة عادل ما قلتش لدول وسبت دول قلت للكل خطبت الجمعة بين الكل مئات عشرات آلاف عشرات الآلاف ملايين سمعوا كلان كنت عادلا في قسمة العلم بينهم لما سمع الكل إنما أنا قاسم والله يعطي المقصود بها الفهم كما قال ابن حجر أنا قسمت بالعدل بينكم العلم أسمعتكم العلم كلكم لكن كله فيهم زي كله ولا الفهم درجات عطاء الفهم من 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 الله عز وجل زي ما حضرتك ابنك بيمرض بتروح للسباك ولا للحداد لا للطبيب عاوز تبني بيت بتروح لمين للمهندس عاوز تسأل في الدين تروح لأهل العلم ناس درست عشرين وثلاتين واربعين وخمسين سنة فهمت فهمت أن الأمر هنا خرج لمعنى التهديد والوعيد الدليل يا مولانا ذكر العقوبة بعد ذلك دليل على أنه تهديد ووعيد وليس إباحة زي إيه يا مولانا ابنك بيلعب وعنده امتحان الصدر وجارك ابنه بيلعب وعنده امتحان الصدر الآباء في التربية أنواع وأصناف واحد جيشة تم ابنه ضربه عنفه وعقبه اطلع يا ابن كذا واطلع فوق زاكر يا فاشل اطلع زاكر قدما عليه مع اختلاف في الأسلوب التاني رايق كده قال ابنه برحتك تلعب برحتك تزاكر برحتك مش هقولك زاكر بس لما تطلع النتيجة واعرف أن أنت سقط مش هقولك أنا هعمل فيك ايه ده أنا هعمل وهساوي هطلعك من المدرسة هعلقك هودك تشتغل مع بليا الميكانيك تيجي مزيت وتروح مزيت وهعمل وهمنعك من المصروف وهاخد الفلوس من بليا الميكانيك ومش عبادك كل ده اسمه ايه تهديد وعيد في عاقل يقول الاب اللي بيقول لابنه برحتك تلعب برحتك تذكر برحتك بس لما تطلع النتيجة وتسقط هتشوف عقوبتك في عاقل يقول ان الابن الاب ده بيقول الابن اقوم يلعب او الامران مستويان عندي برحتك يعني مش هزع يعني ولا بيهدده طب ابو جاهل مش فاهم نعمله ايه نقول الجاهل لا يتكلم ونقول لا تهرف بما لا تعرف ولا تتكلم قبل ما تتعلم فدين الله للكل لكن تعليم دين الله له رجاله كلنا مسلمين وكلنا بنقرأ القرآن كلنا نعلم القرآن كلنا نعلم الشريعة لا كلنا بنمرد وكلنا أطب ولا بنروح للطبيب المرض ده أمراض إنما لما بتمرد بتبقى طبيب نفسك ولا بتروح للطبيب بتروح للطبيب اسم علي بن القيم يلخص ما نحن فيه بقول والناس في دنيا الناس تحترز لطبيب الأبداني ولا تحترز لطبيب الأدياني مع أن مدار الأكواني على طبيب الأدياني والناس في دنيا الناس تحترز لطبيب الأبدان ولا تحترز لطبيب الأديان مع أن مدار حفظ الأكوان على طبيب الأديان طبيب الأبدان اللي هو الطبيب والدكتور المعالب طبيب الأديان اللي هو الشيخ عندك أي مرض كده في الإخلاص في التوجه إلى الله في صوابية العبادة في صلاح العبادة في قبول العبادة تروح لطبيب الأديان اللي هو الشيخ بيقول بقى الناس في الدنيا تحترز لطبيب الأبدان يعني لما تروح لطبيب هتعمل عنده عملية في عينيك قالوا لك ده عمل عملية الواحد وعيمي قبل كده هتعمل عملية إزاي ده قالوا لك ده نيس الفوطة في بطن الولية اللي كان بيولدها قبل كده تاخد ديلك في سنانك وتجري خايف على مين على نفسك صح؟ ولا بتقول سيبها لله على الأفراء بتعلم وبتسالم لا مين لعمر واحد ورب واحد عند القلق على صحتك تجري على أصح طبيب وأفضل طبيب وأغلى طبيب وتبيعني وراك كله قدامك طب طبيب الأديان يا مولانا أنا حطت فلوسي في البنك وديت فلوسي في السويس قناة السويس الجديدة هيدونا 12% حرام افتوا بقى افتوا بقى وعملوا مشايخ بقى ما المفتئ الحلال وشيخ لازر يعني كل العمم دي مش فاهمة وانتوا اللي فاهمين طب افهم وحد الله كده ويفهم الراجل هياخد منك ستين مليار يفحد بيهم قناة جديدة انت مش عارف هو عاوزها ليه أصلا طيب سيبنا من صوابية المشروع وخطأ المشروع هو قال ان المشروع ده هنفضل شغالين فيه ثلاث سنين يعني هيبتدي در أرباح في السنة ليه الرابعة ما تخافش الرابعة مش ما تلاقش او كده ما تبقاش عندك هوس يعني السنة ليه الرابعة فلغة العقل حضرتك تاخد أرباح امتى في السنة الرابعة طبعا انت ما تنتقش عشان الكلام مش جاي على الهواك وديته الفلسه خلاص ومستني الجرشنات فانت الراجل هيشتغل ثلاث سنين هيبتدي در أرباح في السنة الرابعة فالمفروض بلغة العقل ان حضرتك لو مش نصاب تديني أرباح في السنة ليه في السنة الرابعة وبعدين الأرباح ما تكونش محددة سلفا بنسبة في رأس الماء يعني لو قلتلي انا هديك مئة ألف تديني عشرين ألف كل سنة حرام ليه وارد ان انا اخسر وارد ان انا اكسب عشرين بس يبقى انت اخدت الفلوس وانطلعت براءة وارد ان انا اكسب عشرة واحطي من جيب عشرة وديك زي ما بيحصل في البنك وارد ان انا اكسب مية يبقى انا العامل ااخد تسعين ألف وانت صاحب تاخد عشرة يبقى ظلمتك وما للحلل ايه اديك نسبة في الربح اقولك ليك نص الربح ليك تلت الربح ليك تلتين الربح طالما اتفقنا وطراضينا خلاص بس نص الايه مش رأس المال نص ايه الربح الربح ده غايد لا يعلمه الا الله كسبنا عشرة انت خمسة وانا خمسة كسبنا مية انت خمسين وانا خمسين ده حلال هتاخد نص ايه الربح طب فين الربح في السنة الاولى مفيش في السنة التانية مفيش في السنة التالتة مفيش هتبتدي الأرباح إمتى فلغة العقل والدين والشرع بتقول إن النسبة المحددة حرم شرعا وإن حددت النسبة في الربح نص ربحة وربع الربح لما أربح والربح يبتدي من السنة الرابعة يبقى أولة وتانية وتالتة حرام طب إيه اللي بيحصل يا مولانا وده دين ولا مش دين فيما أحدسك وظيفتي أن أحدسك عن الحلال والحرام وظيفتي أن أنبهك للحلال لتفعله وللحرام لتجتنبه فإن كان الحرام الذي تأكله يوافق هوا عندك فهذا أمرك أما أهل العلم فوظيفتهم أن يبينوا الحق للناس وإن كانت الغالبية على باطل لا تخشى الله تدلس على خلق الله فليس هذا زنبا لنا وليتكلم الناس بالعلم لننبه الناس للحق لنحذرهم من الباطل لا لنعمم الباطلة إن لم يعجبك كلامنا فاسمع لأهل الباطل واتبعهم هذا أمرك أما وظيفة أهل العلم فبيان الحق لأهل الحق ولطلاب الحق من طلب الباطل فليرحل إليه اسمه على نفسه أما نحن علينا على أنفسنا أن نبلغ خلق الله الحق الذي علمنا إياه الله من خاف فليرحل من يخشى غير الله فليرحل في دنيا الناس الذي يعطيك أرباحا مقدمة قبل أن يعمل نصار لم يعمل ويقول لك هذه نسبة أرباح وفي السنة الثانية لم يعمل هذا نصب لكن هو سيعطيك من أين سيعطيك من قناة السويس القديمة قناة السويس ملك للدولة أموالها ترحل إلى الفقراء والعرامل والعيتام والمساكين حينما نعطي أصحاب الستين مليار أرباحا من قناة السويس القديمة التي أموالها لفقراء مصر ولعرامل مصر ولمحتاج مصر نأخذ أموال الفقراء نعطيه للأغنياء الذين أخرجوا الستين مليار هي منظومة ظالمة غاشمة الفقير يزداد فيها فقراء والغني يزداد فيها غناء وتتسع الهوات ولا يرضاها إلا ظالمة الأغنياء أما من يخشى خالق الأرض والسماء فإنه يخاف ذلك على نفسه وعلى عياله وعلى آخرته ومن دلس في هذا سيلقى الله قال ربنا وقفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون الكل سيقف بين يدي الله وسيسأل بين يدي الله وسيجيب عما اقترفته يداه فإن رأيت الباطلة وألفه قلبك أصبحت مشاركة فإن اشتركت في الباطلة أصبحت ذا اسم عظيم فأقل القليل إن لم ترفض الباطل بلسانك فلترفضه بقلبك إن لم تكن من قوال الحق فلا تكن من المطبلين لعال الباطل من الخلق أقل القليل أن ترفض بقلبك لا أن تشارك بمالك أو بجهدك أو بلسانك تبرأ تبرأ من كل ظلم تبرأ من كل خاتل تبرأ من استباحة الأموال فإن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فإن جماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ونبينا أخبر أنه إذا وقعت الخطيئة في الأرض كان من غاب عنها فرضيهها كمن شهدها ومن شهدها فرفضها كمن غاب عنها وأصل الحديث عند أبي داود من رفضها بقلبه كمن غاب عنها لكن مصيبة أن لا تكون مشاركا في اسم باللسان أو اليد ثم يكون رضا قلبه سببا للمشاركة وعظيم الجرم والاسم بين هذا الله عز وجل مصيبة أن تضيع آخرتك من أجل دنيا غيرك رسول الله قال فإن دماءكم دماء كل المسلمين حرام على من على كل المسلمين لا تستباح إلا بواحدة من سلسة ذكرناها دماء الجنود حرام دماء الذين قتلوا في سيناء إن كانوا قتلوا في سيناء حرام ودماء الذين يقتلون في الشوارع حرام ودماء الذين يقتلون رافضين للظلم حرام ودماء الذين قتلوا في الميادين حرام ودماء الذين يقتلون في السجون حرام لا تكن بعين واحدة وأخبر عن الحرام بكل طوائفه وبكل أنواعه نبرأ إلى الله ممن قتل أبناءنا وجنودنا في أي مكان بغير وجه حق كما نبرأ إلى الله ممن قتل إخواننا في الشوارع وفي الميادين وفي الزنازين نبرأ إلى الله من هذا وزاد أما أن تكون شيخا فتخرج وتبرأ إلى الله ممن قتل الجنود وتسكت لا أن ترى الدماء مراقة من كل الفصائل الإسلامية مغيبها وغير مغيبها وتسكت أو تتكلم في فصيل دون فصيل أو لا تتكلم في الدماء أصلى فإن السلف قالوا من رحل إلى بلد تراق فيه الدماء دماء الموحدين وتكلم في الصوم والصلاة فهو خائل لله اعقلوا هذا إلى الساكتين إلى الخائفين من رأى دماء المسلمين مراقة وسكت أو تكلم في الصلاة والزكاة وترك دماء خلق الله مستباحة من الجهلة من خلق الله أو من الظلمة من خلق الله وتكلم في غير هذا في فقه الأولويات وفقه الواقع وفقه اللحظات فهو خائن إن دخلت عليك وحدستك في الصيام والصلاة والزكاة وتركت الحديث في الأمر الذي يعم أهل الأرض فأنا خائن أدلس عليك أوجهك لغير التوجيه الصحيح إلى الساكتين إلى الخائفين إلى المدلسين إلى بائع الدين إلى المترقصين اسمعوا ولقد جئتمونا فرادا لن تلقى الله بحرسك ولا بوزارتك ولا بمحافظتك ولا بمشيختك ولا 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 ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة كيف أولدت أعظم العظماء أظلموا الظلمة أخبروني عن رجل نزل من بطن أمه والحرس كانوا معه فخرجوا معه أخبروني ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة بس وتركتم ممتلكاتكم ممتلكاتكم لا ما كنت تملك شيئا إنما الملك هو الله والجبار هو الله وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم لمعكتلت سبعات ولا خمس خمسات ولا حرس ولا وزارة ولا محافظة ولا مشيخة معك عملك وما قدمت يداك ولسانك وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم أعدوا لهذا اليوم عدته وقفوهم إنهم مسؤولون من علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا أما ما حكم الدماء المراقة الآن في بلاد العرب بالأخص في العراق وسوريا ما حكمها هذا ما نسأل الله أن يعيننا على بيانه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ونشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلواته ربي وسلامه عليه وبعد فإن من المقررين الذي لا خلاف عليه وعليه إجمع أهل العلم في كل زمان ومكان أن حرمة دم المسلم أبدية لم تبح إلا بما استسناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور السلاسة التي ذكرناها فما حكم هذه الدماء المسالة حرام؟ دماء أي فصيل مسلم بغير وجه حق حرام أي مسلم بأي توجه يحمل لا إله إلا الله لم يدخل تحت واحدة من السلاس دمه حرام أيا كان وصفه أيا كان انتماؤه طب يا شيخنا أما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قتل الخوارج بلى أباح قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرام لكن قبل أن تتحدث عن إباحة دم الخوارج من هم الخوارج؟ قال النبي فيهم صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي خرجوا من الدين بسوء الفهم أو بنعدام الفهم أو بنقيض الفهم الصحيح يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لا يجاوز حناجرهم يعني لا يصل إلى العقول لتفهم لا يفهمون ينزلون آيات الكفرة على الموحدين يكفرون الناس ثم بعد تكفيرهم للمسلمين يستبيحون دمهم هؤلاء هم الخوارج هل الذين استبيحت دماؤهم في الميادين يكفرون الناس؟ إن كانت الإجابة لا فقتلهم حرام وظلم ومن أباحقت لهم مسؤول عن كل هذه الدماء أمام الله واعلم أن النبي قال كما في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى فيه بين الخلق يوم القيامة الدماء فأبشر أبشر يا ابن الحق يا من قتل ولده أو أبوه أو أخوه أو حبيبه أو جاره أنك آخذ حقك لا محال إن لم تأخذه اليوم فستأخذه غدا بين يدي من الله وهو الذي وعدك بالنصرة في قوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا من القائل؟ الله أعد إنه كان منصورا من الذي يعد بالنصرة؟ الله أبشر أطمئن بين يدي الله أول ما يقضى فيه الدماء ستأخذ حقك يبقى من قتل الموحدين بغير سبب سيسأل وكل الدماء التي أريقت ستوضع في رقبة من أفتى بحلية إراقتها وقد يكون حمله أكثر بين يدي الله ممن باشر القتل إن كان جاهلا طيب هناك الدولة الإسلامية خوارج يكفرون الناس من الذي أعلمك؟ هل لقيتهم؟ ماذا تعرف عنهم؟ أنا لا أعرف عنهم شيئا وما يأتي إلينا من إعلامنا وأنا لا أسق في هذا الإعلام فهو في أغلبه إعلام فاشل كذاب يجعل من الظالم الطغية عمر بن الخطاب ويجعل من التقي قوال الحق مسيلمة الكذاب إعلام لا يخشى العلي الوهاب ولا يقيم اعتبارا للقاء رب الأرباب أنا لا أصدقه رأيته قبل يحرد على قتل المسلمين ورأيته قبل يدلس على الناس أجمعين ورأيته ينال من كل ما هو إسلامي فهو عندي غير مصدق هو عندي غير مصدق لا في قليل ولا كثير ثم أسير معك ولنفترض جدلا أنهم كما تقول على إرهاب وتشدد وتكفير خوارج سؤال ماذا فعل علي بن أبي طالب بن عم النبي صلى الله سلم في حكمه مع الخارج خرج عليه أربعة آلاف أرسل إليهم عبد الله بن عباس جلس إليهم حاورهم ناظرهم أعلمهم وجههم بصرهم فعاد منهم ألفان ثم قاتل الألفين الآخرين يبقى الحوار سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي المختار صلى الله سلم جاب نتيجة بنسبة كام خمسين في المئة هل فعلت ذلك هل رحلت إليهم هل علمتهم هل بصرتهم هل أعلمتهم بأخطائهم الإجابة لم يحدث الثانية من الذي يقاتلهم من الداعي لقتالهم أمريكا ما رايتها إسلامية أم صليبية صليبية هل يحل لمسلم أن يقاتل مسلما تحت راية صليبية الإجابة لا الثالثة أتريد أمريكا والغرب منا ولنا خير الإجابة لا إن كانت تريد خيرا لآل سوريا كانت قد وقفت ضد بشار الذي قتل مئتي ألف من أهل السنة أواقفت ضد الشيعة في العراق الذين قتلوا قرابة المليون من أهل السنة وآخر مزبحة قتل سبعون من آل السنة من المسلمين يوم الجمعة منذ شهور قليلة أو أقل من شهرين سبعين مسلم زبحوا زبح النعاج في المسجد في صلاة الجمعة على أيدي ميليات الشيعة إلى شيئات الشيعة إن كانوا رحلوا لتخفيف الظلم عن المسلمين أين هم من مسلمين ميانمار وبرمة الذين يزبحون ويقتلون ويحرقون أحياء لأنهم مسلمون أين هم من خمسة ملايين مسلم في الصين يقطعون إربا إربا أحياء أين هم مما يحدث في مالي أو الصومال لا وجود له هم لا يتدخلون لنصرات ضعيفة في المسلم لا يتدخلون لهذه قلت لك ميساق الأمم المتحدة هو ميساق الأمم القوية الغنية الصليبية ضد الأمم الإسلامية الضعيفة لا يتحركون لمسلم ترى قدمه أين هم؟ لا وجود له أقر أخيرا قائدهم أن الضربات التي توجه للدولة الإسلامية في مصلحة بشار لا محالة جميلة هم الذين كانوا يقررون وينون فرض العقوبات وحرب بشار لإسقاطه ما فعله لأنه شيعي نصيري علوي امتداد لإيران التي تريد أن تجعل الخليج العربية خليجا فارسية وأن تبسط سلطانها على المسلمين هذا الامتداد الطبيعي فالخلاصة يا عبد الله إن كنت لا تعلم عنهم شيئا فأقل شيء أن لا تشترك وفوق أن لا تشترك أن ترفض هذا مع علمنا أن من اجتمع الغرب والأمريكان والصليبيون على حربه لابد أن يكون صوابا أو على الأقل قريبا من الصواب أو على الأقل له حق في رقبتنا أظهر ما أريد أن أوصله لك أن قتال المسلم لمسلم ولو في الظاهر تحت راية صليبية لا يجوز هذا غاية ما أعاننا الله على بيانه نختم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم الأعراض التي استبيحت من المسلمين في سجون المسلمين 44 بنت تقتصف في سجون المسلمين هذا دليل على أن هؤلاء فروا من الإسلام وحاربوا المسلمين فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم أختم بها لأبلغك ولأجعلها في رقبتك إن دلس عليك مدلس أو كذب عليك كذاب إياك أن تتخيل أن أخاك المسلم يوما ما سيكون دمه أو عرضه أو ماله حلال من قال لك فاعلم أنه كذاب لا يخشى الكبير المتعال اللهم إن نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويذل فيه آل الجبروت على خلقك رب ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم علي رب استعملنا ولا تستبدلنا رب استعملنا ولا تستبدلنا رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا رب لا تآخذنا بما فعل السفهاء منا رب لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا رب انصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه وأعد الحق لأهله رب فرش كربنا وأزل همنا وغمنا وانتقم ممن ظلمنا رب فرش كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبرما ومهل وفلسطين وإفريقيا الوسطى وميانمار رب فرش كرب المكروبين في كل مكان وانصر الموحدين من آل السنة في كل مكان رب شغلنا بأنفسنا عن المجندلين من إخواننا فكن لهم يا رحمن كن لهم ولا تكن عليهم كن لهم ولا تكن عليهم لا تؤخذنا بتقصيرنا في حقهم يا أرحم الراحمين رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين فك الكرب عن المكروبين وسددين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين ورد إلينا الغائبين وفك أسر المأسورين واجعل أسرهم في موازين حسناتهم رب اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة عبد الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقبل أن أنزل لا تنسوا فقيركم لا تنسوا يتيمكم لا تنسوا أرملتكم لا تبخلوا بمال الله على عباد الله وكونوا عباد الله إخوانا